السلام عليكم كيف حالكم أحبتي اليوم في مادة العلوم درس تأثير القوة يوجد هنا فريق تحدي فريق الصبايا تحدي كرة القدم في عنا الطالب رفيف الطالب ربع الطالب بانا سوف يقومون بدفع الكرة التي أمامهم هيا يا رفيف اتفع الكرة رفيف قوتها بطيئة يلا يا ربع قوتها متوسطة هيا بانا قوتها سريعة جدا إذن نلاحظ القوة هنا متفاوتة رفيف بطيئة ربع متوسطة بانا أعطتها قوة كبيرة إذن قوتها كبيرة جدا سريعة بارك الله فيكم شكرا لكم ننتقل الآن إلى درس تأثير القوة كما تعلمون القوة نوعان قوة دفع وقوة سحب قوة دفع وقوة سحب كما تعلمون القوة تحرك الأشياء الساكنة القوة تجعل الشيء الساكن متحرك القوة تجعل الشيء الساكن متحرك ما رأيكم أن نتعرف على المصطلحات الرئيسية حركة توقف أسرع أبطأ اتجاه حركة توقف أسرع أبطأ اتجاه يوجد هنا صورتين با ألف ما رأيكم أن ننتقل إلى صورة با نشاهد هنا فتى يقوم بتحريك القوة إلى الأمام بتحريك القوة إلى الأمام أعطاها قوة دفع أعطى القرى قوة دفع إذن كان الجسم هنا ساكن قام بتحريكه إلى الأمام أعطاه قوة دفع الآن صورة ألف هنا الحارس ماذا فعل قام بإمساك القرى قام بإمساك القرى بفعل القوة بفعل تأثير القوة قام بإمساك القرى إذن كما تعلمون معظم الناس بيحبوا قرة القدم خصوصا الطلاب خصوصا الطلاب بيحبوا قرة القدم يعني أحيانا نشاهد على التلفاز مباراة قرة القدم بيكون عندنا فريقين مثلا أزرق أبيض هكذا ويوجد هنا حارس مرمى الحارس بيمسك القوة بيمسك القرى بقوة بيمسك القرى بقوة الآن يا أول ننتقل إلى صفحة 19 يوجد هنا ثلاثة طلاب كما عنمنا تمرين اللي قاموا فيه فريق التحدي فريق التحدي كرة القدم الآن هنا يوجد أيضا ثلاثة طلاب يمتلكون ثلاثة سيارة طالب يمتلك سيارة خضراء والطالب الثاني يمتلك سيارة زرقاء والطالب الثالث سيارة حمراء إذن كل طالب من هذور الطلاب يمتلكوا سيارة هنا سوف نقوم بإجراء مسابقة أنتم كمان بالبات بدأت تعملوا هاي المسابقة مع إخوانكم مع ماما وبابا اتفقنا ننتقل الآن إلى الأسئلة التي موجودة في الدرس ماذا يفعل الأطفال كما تعلمون يلعبون بسيارات صغيرة إذن ماذا يفعل الأطفال يلعبون بسيارات صغيرة أي السيارات أسرع ما سبب ذلك أولا السيارة الأولى اللي هي لونها ماذا سيارة خضراء قام بتحريكها إلى الأمام بقوة أكبر بقوة أكبر إذن هي السيارة الفائزة السيارة الثانية قام بتحريكها بقوة متوسطة بقوة متوسطة لم يصل إلى خط النهاية الطالب الثالث الذي يمتلك السيارة الزرقاء قام بتحريكها ببطء قام بتحريكها ببطء إذن هنا القوة متفاوتة إما كبيرة إما متوسطة إما بطيئة كما تشاهدون هنا الطلاب الطالب الأول قام بتحريك السيارة الخضراء بقوة كبيرة فاز في السباق الطالب الثاني قام بتحريك السيارة الحمراء بقوة متوسطة لم يفز الطالب الثالث يا حرام قام بتحريك السيارة الزرقاء بقوة بطيئة جدا لم يفز نهائيا هنا يوجد سؤال أي السيارات أسرع ما سبب ذلك السيارة الخضراء لماذا لأن الطالب أعطاها قوة أكبر هنا يوجد طالب يقود دراجة كما تعلمون يا أول الدراجة تحتاج إلى قوة دفع إما بحركها باتجاه اليسار إما بحركها باتجاه اليمين إذا كما تعلمنا بهذا الدرس القوة يمكن أن تجعل الشيء يبدأ بالحركة كما شاهدنا هنا الصورة اللاعب بصورة با حرك الجسم الساكن قام بتحريكه الصورة با قام بإمساك الكرة بالقوة بتأثير القوة القوة يمكن أن توقف الشيء المتحرك كما لاحظنا هنا الحارس قام بإيقاف الكرة القوة يمكن أن تجعل الشيء يتحرك حركة أسرع أو أبطأ كما شاهدنا هنا سباق السيارات مع الطلبة السيارة الخضراء بقوة سريعة السيارة الحمراء بقوة متوسطة السيارة الزرقاء بقوة بطيئة جدا أيضا القوة يمكن أن تغير اتجاه الشيء المتحرك كما لاحظنا هنا الطالب الذي يقود الدراجة حركها دفعها إلى الأمام إما اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار حسب رغبة الطالب هنا الآن مطلوب مننا يا أول تنفيذ هذا الدرس مع ماما وبابا إلى اللقاء يغطيكم العافية